الدرس الأول في العلوم الطبيعية دي سنة الأولى متوسط الدرس اليوم تصنيف الأغذية حسب أصلها ومصدرها غذائك دوائك هذا هو عنواننا اليوم لنبدأ المشكلة في كل درس سوف نكتب المشكلة ما هي المشكلة التي وقعنا فيها المشكلة هي تصنيف الأغذية التي نتناولها يوميا اليوم بإذن الله سوف نتكلم عن الغذاء وكيفية تصنيفه الأغذية هي المواد التي نتناولها يوميا والتي نستمد منها الطاقة لممارسة نشاطاتنا اليومية مثل العمل الدراسة مثل المشي الجري وبالإضافة إلى النشاطات اللائرادية النشاطات اللائرادية مثل نبذ القلب التنفس مثل حركة الأمعاء هنا نلاحظ الصورة في الصورة لدينا مجموعة من الأغذية المتنوعة والمختلفة لدينا مجموعة من الخضر هنا لدينا مجموعة من الأغذية الحيوانية والنباتية الأغذية الحيوانية والنباتية هي عبارة عن أغذية غضوية هنا لدينا مجموعة من الأغذية العضوية مثل الخضر الخضر مثل الفطر مثل البطاطا الجزر الخس البذنجان الفلفل الطماطم وغيرها الكثير بالإضافة إلى الفواكه الفواكه مثل البرتقال البرتقال بماذا يتميز يتميز به نسبته العالية من فيتامين سي لدينا التفاح العنب الفراولة هذه أغذية نباتية الخضر الفواكه عبارة عن أغذية نباتية لدينا اللحوم بأنواعها اللحوم الحمراء مثل لحم البقر واللحوم البيضاء مثل لحم الدجاج بالإضافة إلى النقانق ولحم الأسماك مثل السلمون السردين مثل التونة لدينا الأرز الخبز والعجائن تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات بالإضافة إلى البقوليات البقوليات مثل اللوبيا والحليب الحليب ومشتقاته مثل الجبن اللبن الياغورت إلى آخره ننوه هنا أو نشير أن هناك حليب حيواني وحليب نباتي حليب حيواني وحليب نباتي الحليب نوعا حيواني ونباتي حيواني مثل حليب الأبقار ونباتي مثل حليب فول الصوية أو الصوجة وحليب جوز الهند حليب جوز الهند هو الذي نستخرجه من جوز الهند أو الذي ندعوه بنوا دو كوكو وأيضا فول الصوية التي نستخرجها من حبات الصوية أو بذور الصوية التي تشبهها بذور البازيلا أو تشبه حبة البازيلا فول الصوية أو فول جوز الهند نلاحظ أن الطبيب يعطيه للإنسان أو الطفل الذي لديه حساسية من الحليب الحيواني أو حليب البقر وتصنيف الأغذية يكون أولا حسب أصلها أو من شئها المكان الذي أتت منه مثلا البيض أسأل من أين أتى أتى من الدجاج الدجاج هو حيوان إذن البيض هو غذاء حيواني وهكذا أما المصدر المصدر يعني المواد أو العناصر الغذائية التي فيه أصل الأغذية ومصدر الأغذية نبدأ أولا بأصل الأغذية أصل الأغذية هي ثلاث أغذية حيوانية أغذية نباتية وأغذية معدنية أغذية حيوانية أغذية حيوانية أو الأصل الحيواني مثل البيض الحليب ومشتقاته الأغذية النباتية مثل الحبوب والبقوليات الخضر إلى آخره والأغذية المعدنية مثل الماء إلى آخره نوع الأول الأغذية الحيوانية الأغذية الحيوانية وهي الأغذية التي تتميز بنسبة عالية من البروتينات مثل اللحم الأحمر وهو لحم البقر ها هو واللحم الأبيض لحم الأبيض مثل لحم الدجاج ولا ننسى أيضا أنواع الأسماك أو لحم الأسماك مثلا السلامون السلامون أيضا يمتاز بنسبة عالية من فيتامين أ لدينا أيضا البيض البيض أيضا من أصل حيواني نسأل عن المنشأ المنشأ البيض يأتي من الدجاج الدجاج عبارة عن حيوان إذن له منشأ حيواني لذا نسميها أغذية حيوانية أيضا لدينا الحليب الحيواني مثل حليب الأبقار الأغذية الحيوانية هي الأغذية التي نتحصل عليها من بعض الحيوانات وتتمثل في اللحوم بكافة أنواعها السمك والبيض ما أما بالنسبة للأغذية النباتية نلاحظ الصورة هنا ماذا لدينا؟ لدينا البروكولي لدينا الشوفان لدينا التوت لدينا الرمان لدينا المكسرات لدينا مجموعة من المكسرات لدينا هنا البقليات لدينا الحبوب وخاصة وأهم شيء هو الأفوكادو الأفوكادو يحتوي الأفوكادو هي ثمرة أو نسميها أيضا ثمرة إجاز المحامي وهي ثمرة في ممتهى الأهمية مثلا إذا كان عندنا طفل صغير قلنا الطفل صغير في أول عمره يحتاج إلى غذاء كامل لكي ينمو إذا كان عندنا طفل صغير وليس لدينا لا حليب حيواني ولا حليب نباتي على ماذا سيتغذى؟ أو على ماذا سينمو؟ ما هو الغذاء الذي يمكن أن يستبدل الحليب؟ في أول مراحل عمر الإنسان هو الأفوكادو لأن فيه عناصر غذائية مهمة جدا العناصر الغذائية في الأفوكادو مهمة جدا مثلا فيه الماء فيه البروتين الدهون الكربوهيدرات الألياف الكالسيوم الحديد الفيتامينات فيه معادن معاد مثل الزنك النحاس وأيضا فيه الأحماض الدهنية أحماض دهنية مشبعة وغير مشبعة مثلا الأغذية النباتية هي الأغذية التي نتحصل عليها من النبات وتتمثل في الحبوب البقوليات الفواكه والخضر والمكسرات تتمثل في البقوليات مثل العدس والحمص الفواكه والخضر مثل الأفوكادو والتفاح الأخضر والتفاح الأحمر والرمان إلى آخرة الخضر مثل الطماطم الفلفل إلى آخرة والمكسرات المكسرات تتمثل في الجوز اللوز إلى آخرة أما بالنسبة للأغذية التالية وهي الأغذية المعدنية الأغذية المعدنية مثل الماء هي الأغذية التي نتحصل عليها من الطبيعة هي الأغذية التي نتحصل عليها من الطبيعة يعني لا نتحصل عليها لا من نبات ولا من حيوان وتتمثل في الماء والأملاح المعدنية والماء بدوره يحتوي على كمية كافية من الأملاح المعدنية الآن مع مصدر الأغذية مصدر الأغذية وهو نوعان أغذية عضوية وأغذية معدنية الأغذية العضوية هي الأغذية الحيوانية والنباتية يعني مثلا البيض البيض هو غذاء حيواني يعني هو غذاء عضي الأغذية النباتية والأغذية الحيوانية هي عبارة عن أغذية عضوية أما الأغذية المعدنية فتبقى نفسها تبقى أغذية معدنية مثلا اللحم مثال ماذا يحدث عند تعريض اللحم للاحتراق التام ما مانا الاحتراق التام الاحتراق التام أي تعريض اللحم يعني اللحم نحرقه تماما ماذا يحدث بعد 20 دقيقة نلاحظ احتراق اللحم يعني يبدأ يحتارك أما بعد 40 دقيقة نلاحظ تفحم اللحم اللحم أصبح فحم أو ترك أثراً أسوداً إذن الأغذية العضوية أو الأغذية ذات المصدر العضوي هي أغذية تترك أثراً أسوداً عند احتراقها لماذا؟ لأنها تحتوي على الكربون أو الفحم هذه القاعدة سندرسها فيما بعد نعطي مثال آخر المثال الثاني هو مثال عن الجزر نفس شيء سنفعله مع الجزر سنقوم بتعريضه للاحتراق التام أي سنحرقه تماماً بعد عشرين دقيقة نلاحظ احتراق الجزر يعني الجزر بدأ يحترق أما بعد أربعين دقيقة نلاحظ تفحم الجزر الجزر هذا تفحم ما نتفحم معناها أصبح فحماً أو نقول ترك أثراً أسوداً بعد عشرين دقيقة نلاحظ احتراق الجزر أما بعد أربعين دقيقة نلاحظ تفحم الجزر إذن ماذا نستنتج الجزر هو عبارة عن غذاء وعضوي إذن الأغذية التي تحترق مثل الخبز الحليب اللحم الجزر السكر إلى آخره هذه أغذية نسميها أغذية ذات مصدر عضوي وهي الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني يعني الغذاء الذي يحترق هو غذاء عضوي أما الأغذية المعدانية هي الأغذية التي لا تحترق مثلاً الماء الماء نعرضه للاحتراق التام ماذا يحدث؟ يتبخر الماء يتبخر إذن هو غذاء معدني وليس عضوي الآن الاستنتاج استنتاج ماذا استنتجنا؟ استنتجنا بأن اللحم والجزر مواد غذائية قابلة للتفحم أو الاحتراق التفحم أو الاحتراق لها نفس المعنى لأنها من مصدر عضوي لأنها من مصدر عضوي بينما الملح والماء مادتان غير قابلتان للتفحم لأنها من مصدر معدني إذا عرضنا الماء إلى الاحتراق التام لن يحترق بل سيتبخر وإذا عرضنا الملح للاحتراق التام سيصبح غبرة جافة ولن يحترق أو لن يترك أثر أسود اللحم مثلا الأغذية العضية مثلا اللحم الجزر السكر الزبدة الحليب الخبز البيض وهكذا والأغذية ذات مصدر معدني مثل الملح والماء الآن نسأل سؤال لماذا الأغذية العضوية تحترق والأغذية المعدنية لا تحترق السبب الأغذية القابلة للتفحم أو التي تحترق هي الأغذية التي تحتوي على الكربون الكربون أو الفحم ونرمز له بحرف س باللغة الفرنسية الأغذية القابلة للتفحم هي الأغذية التي تحتوي على الكربون ونرمز له بس وفي الأخير ننصح بأن الغذاء انتانى لازم يكون معكب كامل ونأخذ الماء أيضا اثناء طعام وما نوصلش لدرجة شبع يعني ما نوصلش يعني ما نشبعش باش نخلي المعدة ترج الطعام جيدا لماذا؟ لأن الثلث للطعام والثلث الثاني للماء والثلث الأخير للهواء مثلا نعتبرها ك مثلا مثلا نعتبرها كقارورة ماء قارورة ماء مثلا نضع فيها شيء يتحلل في الماء ثم نضع ماء نضع الثلث من هذا الشيء الذي يتحلل في الماء مثلا الملح ثم نضع ثلث من الماء والجزء الأخير أو الثلث الأخير نتركه للهواء لماذا؟ لكي نرج الملح مع الماء وننصح بأخذ الغذاء كدواء فغذاءك دواءك والآن مع السلامة دمتم في رعاية الله وحفظه